أهلا بكم في قناة الاختصار حيث الأخبار باختصار مرة أخرى يعود المنتخب الوطني إلى تصفيات أمم إفريقيا لكن هذه المرة بجهاز فني جديد بعد رحيل كارلوس كيروش وجهازه الفني بعد الإخفاقات في كأس الأمم الإفريقية وتصفيات الوصول إلى كأس العالم بقطر 2022 مصر التي تلعب في مجموعة تضم كل من ملاوي وغينيا وأثيوبيا تواجه اليوم غينيا نابي كايتا زاميل صلاح في ليفربول على أمل صدارة المجموعة التي تصدرتها ملاوي بعد الفوز على أثيوبيا إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني الجديد يلعب مباراته الأولى له مع المنتخب الوطني سواء كلاعب أو كمدرب بتشكيلة غريبة حيث يلعب كل من أبو جبل في حراسة المرمى بينما يلعب في الخط الخلفي بكل من أيمن أشرف والونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وفي الوسط كل من السليا وحمدي فتحي وإمام عشور ويلعب في الخط الأمامي بكل من تريزيجي وصلاح ومرموش محمد صلاح الذي اتبط اسمه بنادي برشولا في الأونة الأخيرة يدرس اتحاد الكرة تكريمه على إنجازاته التي حققها مع الكرة المصرية وستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت بصوت المعلق المصري علي محمد علي بينما يتم إزاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت الأرضية بصوت المعلق أيمن الكاشف